وداد العيدوني وداد الوطني والعربي لتنال بذلك ثقة الملك محمد السادس وتعين عضواً بالمجلس الأعلى بصمت مصاراً أكاديمياً علمياً وفقهياً زاخراً وداد العيدوني تحظى باحترام وتقدير كبيرين من النساء المغربيات اللواتي أبن على قدرات هائلة ورصيد ثقافي عالي جعلت منها مفخرة المرأة المغربية بشكل خاص والمرأة العربية بشكل عام نترككم مع هذا الحوار الخاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أشكرك أستدع إنصاف على استضافتي في هذا البرنامج وأهنئك وأهنئ المغربية وأهنئ كل نساء العالم بيومهن العالمي اللي يصادف 8 مارس مع متمنيات لهن جميعاً بالتوفيق وبالسداد وبدوام الصحة والعافية في الحقيقة أن المرأة تحتفل في 8 مارس من كل سنة وهو يوم بطبيعة الحال عنده واحدة رمزية خاصة في جميع دول العالم وفي وجدان المغاربة بصفة خاصة لأنه يوم مرتبط بذلك الامتنان الذي يعبر عنه المجتمع بجميع تلاوينه للمرأة على تضحياتها الجسيمة وعلى عطاءاتها اللامحدودة سواء من داخل البيت أو في قلب العمل أو في أي واجهة أخرى داخل المجتمع وهو كذلك مناسبة سنوية يتجدد فيها النقاش حول قضايا المرأة وهمومها ومشاكلها وتطلعاتها وأيضا هذا اليوم هو فرصة استثنائية لتثمين مكتسباتها وتجديد الهمة والوعي من أجل المضي قدما نحو تحقيق آمالها وأهدافها أعتقد أن المرأة المغربية تحررت إلى حد بعيد من عقدة الضحية فلم تعد تعيش في الهامش لقد أصبحت المرأة المغربية تستوعب إلى حد بعيد الأدوار المنوطة بها داخل أسرتها وداخل المجتمع بل يمكنني القول بأن المرأة المغربية أصبحت منخرطة في هذه الأدوار تفكيرا وممارسة لأنها أصبحت تلعب أدوارا قيادية وريادية على مختلف واجهات المجتمع سواء في المجال السياسي سواء في المجال الشماعي سواء في المجال الاقتصادي سواء في المجال الثقافي وأيضا في المجال الديني بل ما يمكنني قوله هو أن المرأة المغربية تقدمت على مثيلاتها في الكثير من الدول العربية والإسلامية وهذه الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين بطبيعة الحال لم تأتي من فراغ وإنما بفضل الضور الرائد والمتميز للإرادة الملكية الرشيدة من أجل إشراك المرأة في ورش التنمية الذي اختارته بلادنا منذ سنوات في حقيقة لقائي بمولانا أمير المؤمنين نصر الله كان أهم حتى في حياتي ولحظة خالدة بالنسبة لي عندما ألقيت درسا من الدروس الحسنية بحضراتي مولانا أمير المؤمنين نصر الله موقع المرأة في البادية هذا يعد من الواجهات الكبرى التي ينبغي أن يتم فتح أو راش إصلاحية عميقة بشأنها لأن المرأة القاوية تقاوم تقاوم ما بين سندان الظروف القاسية ومطاقة الجهل وانعدام التعليم لكن في نفس الوقت ينبغي أن نسجل تحسنا ملحوظا فيما يتعلق بوعي النساء المغربيات في العالم القاوي في السنوات الآخرة فالمرأة القاوية حاليا دخلت ميدان التدافع السياسي وتمكنت من فرض وجودها في الكثير من الأحيان داخل المكاتب الجماعية المنتخبة بل من هنا من تقلد منصب الرئاسة لتدبير الشؤون المحلية لجماعتهن ولكن مع ذلك ينبغي تكثيف الجهود من أجل محو أمية المرأة القاوية ومن أجل تمكين المرأة القاوية حتى تتمكن من الانخراط في المجتمع بشكل متساوي مع أختها في المجال الحضاري في الحقيقة التوازن بين ضرور الأمومة والمجال المهني أو المجال العملي هذا مطلب ضروري وأساسي لأي مرأة أرادت أن تكون ناجحة في مجال وظيفتها فلا بد المرأة وإنثالة موظفة هي بطبيعة الحال تمارس وظيفة الأمومة تمارس ضوها داخل أسرتها وأيضا تمارس وظيفتها داخل المجتمع فبنعدام ترتيب الوقت وبنعدام التوازن الذي تحدثنا عنه لا يمكن للمرأة مطلقا أن تحقق النتيجة التي ترجوها وهي التوفيق بين أسرتها وبين أعمالها تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد